تجنيد للأطفال خطف للمعارضين نهب للمساعدات هكذا تبدو الصورة اليومية للمحافظات الخاضعة لسلطة الانقلاب عمران واحدة من المحافظات التي تعيش تحت سيطرة الميليشيا منذ اقتحامها في يوليو 2014 ارتكبت ميليشيا الحوثي في هذه المحافظة وفق تقرير حقوقي عدة انتهاكات جسيمة خلال الربع الأول من العام الجاري التقرير الذي اصدرته منظمة السلام للحقوق والحريات رصد قرابة 356 انتهاكا بحق ابناء المحافظة توزعت بين القتل والخطف والاعتقال وتقويض مؤسسات الدولة وثقت تقرير تجنيد 82 طفلا في صفوف الميليشيا بينما اكدت المنظمة حدوث 114 حالة اعتداء على المواطنين لم تكتفي الميليشيا باحتلال مؤسسات الدولة في عمران والتي سجلت تقرير 29 انتهاكا في مرافقها العامة بل قامت بالتضييق على الحريات الشخصية وتعمدت انتهاك الحقوق العامة فيها والتي بلغت 88 حالة انتهاك اضحت عمران بعد سيطرة الميليشيا منطقة نهب وجبايا بعد ان كانت مدينة امنة لخطوط التجارة بين عدة محافظات حيث اكدت مصادر محلية نصب الميليشيا لنقطة عسكرية في ريدة تهدف بحسب تلك المصادر الى نهب الاموال والاغذية من الشاحنات الغذائية القادمة من منفذ الوديعة اشتركوا في القناة